تلقى رئيس سيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي نيكوس خريستو دوليدس وذلك في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة خلال الاتصال تم توافق بشأن الخطورة البالغة للموقف بالنظر إلى حدة تداعيات الإنسانية على المدنيين فضلاً عن تبعات توسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة هذا وقد استعرض الرئيس سيسي في هذا الصدد الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر على مسار التهدئة كذلك فيما يتعلق بتقديم ووصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة